تسأل عن وجود المرأة بين رجلين يعني في مكان تقول هل هذا يعتبر خلوة أختي أمت الله بارك الله فيك الخلوة التي ذكرها العلماء هي أن يكون الرجل مع امرأة في مكان لا يراهما أحد فإذا وجد ثالث انتفت الخلوة إذا وجد ثالث خلاص أصبح لا يقال هذه خلوة لكن هذا يسمى اختلاط الآن نأتي مسألة تفصيل الاختلاط لماذا؟ يعني الآن امرأة دخلت على طبيب وفي ممرضة هذا ما يقال خلوة امرأة احتاجت إلى طبيب ما في طبيب وجدت ممرضة أو وجدت مع أختها أو أمها أو زوجها ما في خلوة ما يعتبر خلوة واضح الثلاثة إذا كان القصد سيئ يعني المرأة خلت برجلين أو خلا رجلان بمرأة هذه صار مش خلوة هذه يسمى اختلاط محرم ففرق بين ما يسمى بالاختلاط المباح قد يكون يصل إلى درجة أحيانا الحاجة إذا كان هناك حالة مرضية أو شيء من هذا القبيل بالبارك الله وفيك